السلام عليكم البنات ومنحب بكم جديد مع وصفة جديدة وقتراح جديد ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو تمام الصحة والعافية الاقتراح ديال اليوم هو اقتراح كفاتور ديال العيد ان شاء الله اللي هو بوشيار كيجي البنات مسفنج وخفيف ومهوي من الداخل يعني بدون واحد العدب اللي هو كبير وغنعجب معكم واحد الكيميا اللي هي قليلة تقريبا خمسة ديال خبيزة ديال بوشيار وكيما كتشوفوا راح كله كيجي مهوي ومنبل وغي يعجبكم اكيد ويلا بغيتوا الطريقة والمقادر بقاوا معايا حتى النهاية ديال الفيديو اذا بسم الله على بركات الله بنسبة للمقادرها مقادرها هي بسيطة جدا كاي بوشيار غنوجدوه غنحتاج زلافة ونص ديال دقيق الفينو لدقيق اللي قمحصول بكي اللي كيسميها الحرش ورطين الحرش صفر غنحتاج كذلك زلافة ونص ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات يعني نفس الكيميا اللي خدتوا من الفينو خدوها ديال دقيق الابيض ومن بعد غنخلط هاد المكوينة تجي مع بعضياتهم وغنضيف الخامير اللي غتخمر لي هاد العاجين على حسب حرارة الجو وكذلك المالك اللي كيبقى حسب الضوغ وقليل من السكر اللي غي يحمر لي هاد البوشيار وغناخد الماء الدافئ وغنعجن به هاد العاجينة حاولوا لبنات تعجنوا هاد البوشيار ولا هاد العاجينة في الأول عجنوها تكون قاصحة يعني ما تكتروش لها الماء باش انجح معاكم هدا هو السر للبنات باش كينجح البوشيار ما كنضيفوش واحد الكيميا اللي هي كتير افتقى واحدة بحل المسمن للبنات كنضيفوه بالتدريج كيما كاتشوفوه معايا هنا هاد عفضلوا وغنعجنوا واحد العاجينة اللي هي قاصحة ومتماسكة مع بعضياتها وكنضيف الماء تدريجيا وإلا عندكم العجانة نفس الطريقة لبنات بالعكس يعني غتحنيكم أحسن مليت وهناك ما كتلكم هاد الكيميا اللي عجنت راها الكيميا دي الخمسة دي الخبيزات كبار دي البوشيار تقدرو تصغرهم راها تخرج واحدة كيميا اللي هي لبأسة بها المهم بعد ما عجنتو كيما اشتو راها واحدة العجينة اللي هي قاصحة اعطيتها واحد حقها دي يدليك واحد شوية ومن بعد كنضيف واحدة كيميا دي الماء وكن بدى ندخل هاد الماء في العجين ديالي هدي هي الطريقة اللي كان صيبو بها البوشيار ولي معروف يعني معروف بها من زمن كنجلو العجينة اللي كتكون قاصحة وكندخل ماء تدريجي كما كتشوفو كتشوفو العجينة ديالي كنسرحها ومن بعد كنضيف واحدة كيميا دي الماء باش كندخل داك الماء الوسط ديال العجينة ومنها كذلك الهواء اذا هاد هي الطريقة كما كتشوفو كنعاود الطريقة وكنضيف الماء تدريجين وما تضيفوش كيميا كتيرا شوية بشوية حتى تحصلوا على واحدة العجينة اللي قريبة يعني القوام ديال الشفنج يعني ماجي خفيفة خفيفة بزا بحل الشفنج وماشي قاصحة متماسكة مزيان رغان وريكم الطريقة مبعد هنا كمماشتو كنحاول نضرب بها من الفوق لتحت باش كما كتلكم ندخل لها داك الماء وكذلك داك الهواء رغان وريكم القوام كيفاش كي يجي في الخر المهم حول البنات ماجيش خفيفة خفيفة بزا بحل الشفنج باش تحكموا فيها ولكن بعد ما تكونو يعني ديما كتصايبوه رغات ولي وتصايبوه تعجنوه العجينة ديالكم بحل السفج ويعني وتعجنوه ما كنش مشكي ولكن بعد طبيعة الحل ما تولفو هديك العجينة وتصايبوها دايما اذا هدي هي الطريقة كي ما كتشوفو ركتجي كتلتاصق في اليدين وخفيفة ولكن مش الخفاء ديالعجينة ديالسفج هنا غنغطيها بواحد في الماليمونتا واللب بواحد البلاستيكة وبلاستيك غيدائي ونخليها تختامر اللي بنات حتى تضح في الحجم نحطيوها حقها في الخمر تختامر جيدا حيث ما غنخليوهاش تختامر مرة خورا المرة واحدة فأصافي اذا هنا غنب الاستعانة بالزيت عفوا بعد ما اختامرت وضعف الحجم ديالها يعني عمرت بالهواء جيدا كي ما كتشوفو غندهني ديالا بالزيت جيدا ومن بعد غنحاول نفرغ منها هدك الهواء غير شي شوية ماشي بزاف وكن بداء نكور العجين ديالي وباش نعرفو بان هاد العجينة ولا هاد بوشيار غنجح معايا كنشوفو العجينة ديالنا كلها منبلة وكلها عامرة بالفقاعات غنحاول نقرب لكم دوك الكويرات اللي غنشكل للكاميرا باش تشوفو الشكل ديالهم هنا را الكاميرا ديال يعني الكالي يتلي ولا جودة ديال الهاتف ماشي شي حاجة ما كتبينش بزيان لكنها راها عامرة بالفقاعات مو ما غنقرب لكم كي ما كتشوفوها هما غير كنمسهم كي يبدو ايتو الشو هنا كي ما قلت لكم غندير خمسة ديال البوشيارات اللي حجم ديالهم كبير يلا كنتو اول مرة تصيبوه صغروا صغروا الحجم ديال هاد الخبيزات باش تجربوه غير اكا اول مرة تصيبوه طبيعا الحال بعد ما تجربوه مرة وجوجوه ثلاثة ركا تتحكموه فيه اذا هنا بعد ما شكلتوهما البنات خليتوهما يتاح وغيشي شوية بما درت المقالة تسخن ووجت هاد ورقة ديال الطبخ ولا ديال يعني الطياب هادا البنات صيبته معاكم بها الطريقة لي كذلك للسيدات المفتدئات هذا كي خلينا نتحكموه في هاد البوشيار كي ما كتشوفوه خضيت واحد القطعات انتهى بالزيت وسرحت واحد ديك الكويرات ديال البوشيار وكان مشي من ديها نطيبها المهم غنديل معاكم الطريقة هنو وبعد غنديهم نطيبهم باش تشوفوه كيفاش المهم هنا كي ما شتوه بالاستعانة بالزيت كانت لق الكويرات ديالي جيدا طبيحت لحال كذلك ورقة الطبخ تهود هنو وصافي نمروه للطريقة ديال الطياب اذا كي ما كتشوفوه ورقة الزبدة كان اخد ورقة كنرش عفوه المقالة هالولا بقليم الزيت مبعد ما اخليتها حتى سخنت جيدا وبالاستعانة بهاد الورقة ره ضغية كان حط هاد الخبيزة ديال البوشيار بدون ما تعواج ولا يعني طح من يد ديها ولا يعني كنتحكم فيها جيدا وكي ما كتشوفوه طريقة ديال الطيابر كان خلي الخبيزة هاكك ديال البوشيار ما كان ندورها بحال بسمان ولا بحال بطبط كان اخليها هاكك حتى كتنبل جيدا ومبعد ما كنحس بان الوجه السوفلي ره طب كندورها على الوجه الاخر وكنخليها تحمر من الوجه الاخر جيدا هادي هي الطريقة ديال البنات بسبب الوسط اللي كي يبليكم بيدرم زعمة ماشية طايب للبنات طايب من زيان من زيان كي ما كتشوفو نفس الطريقة البنات كان حط واحد الخبيزة كنخلي ديال الوجه العلوي تنبل جيدا بما يطلب الوجه السوفلي وكنقلبها اذا هادي هي الطريقة البنات اذا هنا غا نحاول نقرر بكولو حدا بشتشوفو الحجم ديال هادوك النبيلات والفوقاعات اللي كي يكونو رهو مكبار غير البنات الإضاءة عندي عيانة والتيليفون عيان من شاء الله يسهل الله ونبدل هاد الجوزة ديال التصوير ويعني تشوفو الكاميرا يعني الصور الفيديو يكون بين وواضح اذا هادي هي النتيجة النهائية البنات راه كيتقدم مع الزبدة والعسل كي يجي واعر البنات وكي يجي بني 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 بساف يعني كي يجي واحد لما دقله هو رائع وساهل ما كي لا تماره لتحاجات ضغية كتوجديهم بالعكس احسن من السفنج يعني كي يجي نحسن من السفنج لانه ما تطيب نهش في كيمية كتير من الزيت وكي ما كاتشوفو كي يجي مهوي كتقدر يطوي كله لانه كي يخفيفه مهوي من الداخل مزيان نتمنى الوصفة دياللي ونتعجبكم صراحة وتجربوها راها كتجي زوينة زوينة بزاف وطبعوا معايا الفيديو كي ما قتلكم والنصائح اللي اعطيتها لكم اكيد غينجح معاكم نحاول نقطع معاكم وحدا كيفاش كتجي من الداخل عركي يجي رائع البنات هنا وصلت لنهاية ديالفيديو نتمنى الوصفة دياللي ونتعجبكم ودنى اللي استحسان ديالكم ما تنسونيش من اللايكات وكذلك التعاليق محفزة وإلا كتابوا المرة كتشوفوا القناة ولا كتزروا القناة وعشبكم محتوى القناة اشتركوا فيها بالضغط على زر الاحمر وكذلك فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بكل جديد ونخليكم الى فيديو والى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة